الفكرة دي جايلكو من الثلاثة شمال شريف أصعب موقف مرة عليك في الملعب جوا الملعب كنت مع المنتخب في النيجر وإحنا رايحين على الأستاذ ده إنا ناس جايبين المازة وعليها سحر وحاجات كده ويقولوا طلاصيم بتاعت السحرة ويستقبلونها في المطار إحنا قسرنا بمطش ده بالمناسبة مطش النيجر في النيجر في تصفيات أمم أفريقية كنا ناقوا بالطريقة والجيل بدعنا مع مرزاكي وفاتح وحسام غيالي وكله كله موجود يعني محمدي كان كل الناس موجود يعني فهو إحنا قسرنا المطار لقينا أعرف أنت الأفارقة بقى هم بقى جايبين مازة زغيرة سوري يعني وبيقولوا طلاصيم وبيرشوا حاجات وعادوا يرشوا علينا حاجات وعادنا نجري نهار أبيض والله والمازة دي لعناها بقى فلستاد يعني تاني هم لأنهم جايبين وقعدوا بقى يلفوا وحوالين التراك فطبعا كلنا كان فيه حالة من القلق والتوتر كون بقى فيه سحر في الحاجات دي فده طبعا مش عايزين شوف معيز تانية نحن 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 نشوف معيز